مرحبا يعطيكم العافية والسلام للجميع طبعا قبل ما نبدأ أتمنى من الجميع أنهم يعملوا سبسكرايب لهاي القناة يقرأوا جرس التنبيهات وإذا ما احضرتوا الفيديوهات السابقة والفيديوهات اللي جاي دائما تابعوني على هاي القناة يعملوا شيروا لايك وإن شاء الله تستمتعوا في موضوع هذه القناة القناة منوعة قناة فيها شغلات كثير دخلنا نحن في موضوع الكورونا وحكيت أنا في أكثر من فيديو أنه أهم ثلاث شغلات للحماية من أي فيروس من أي بكتيريا موجودة حوالينا وحماية جسمنا لازم نتعلم ثلاث شغلات مهمة أول شغلة اللي هو تقوية جهاز المناعة 80% من حالات اللي أصيبت في الكورونا شفيت بسبب جهاز المناعة الخاص فيها 80% جماعة تقوية جهاز المناعة غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية والشيء الثالث ما تمسك وجهك بشكل مستمر وخاصة إذا يديك متلوثة خلينا نحكي اليوم عن الشيء الأول وهو المهم يمكن الناس كتير سألوني عنه وأنا قررت أسوي فيديو لأنه يعني الموضوع مهم جدا مع أنه هو كومان سينس اللي هو كيف تقوية جهاز المناعة وليش شو هو جهاز المناعة اللي بنحكي عنه جهاز المناعة هو خط الدفاع الأول اللي موجود في جسم الإنسان بيحميك في حال دخول الفيروسات والبكتيريا والميكروبات أو الطفليات إلى جسدك عن أي طريق أوكي؟ وطبعا هذه الميكروبات كلها بتسبب أمراض فجهاز المناعة بيحميك بشكل عام من هذه الأمراض رح نقسم المحاضرة هاي أو الكل أو الفيديو هذا إلى قسمين الأشياء اللي لازم تسويها والأشياء اللي لازم ما تسويها يعني الأشياء ما يجب أن تفعلوا وما يجب ألا تفعلوا الشيء المهم في أو الشيء الأول في موضوع تقوية المناعة اللي هو الأكل الصحي يا جماعة ما بتعرفوا أديش مهم الأكل الصحي في تقوية جهاز المناعة جهاز المناعة يعتمد اعتماد كله على الأكل اللي بنوكله والأشياء اللي بنوكلها في أمور كثير بتضاعف جهاز المناعة مثل السكريات لازم تخفف قدر المستطاع من السكريات تعطيك طاقة وسعرات جيدة وسريعة لكنها للأسف لا تقوي بل تضاعف جهاز المناعة هناك بعض الدراسات تحكي أنه بتضاعف لمدة خمس ساعات إذا أخذت ثلاث معالق سكر مش متأكد من الدراسة لكن في دراسات بذلك الأكل بشكل عام لازم يكون صحي بما معناه أنك لازم تأكل بروتيين كاربز وفات وفيتامينز وخضروات الفيتامينز طبعا كلها مهمة لهذا بس أهم شيء في فيتامين سي فيتامين سي وخاصة اللي مخلوط مع الزنك الزنك مهم جدا لجهاز المناعة وخاصة اللي مخلوط مع الزنك فيتامين سي يمتص بالفم نضم بلحظة وخاصة اللي مخلوط مع الزنك يعني تنضغها لماذا؟ لأنه فيتامين سي إذا نزل على المعدة عادة المعدة ما بتمتصه والجهاز الهضمي ما بتمتصه فلازم يمتص في الفم فعشان هيك لازم تخلي اللي بشربوا عصير لمون مثلا عصير برتقال ما بيستفيدوا كتير من فيتامين سي بس الكمية اللي كانت موجودة في التم وإذا نزلت بسرعة ما بيستفيدوا فلازم تقدر تأكل اللمون أو تأكل البرتقال أو الكيوي أو الأناناس كلها في فيتامين سي الزنك مهم جدا البصل الثوم الزنجبيل الليمون كلها مقويات طبيعية لجهاز المناعة الشغل الثانية اللي هي الصوم شوفه عكس الأكل نعم يا جماعة الصوم من أحد the best boosters لجهاز المناعة مقوي جدا رائع لجهاز المناعة و إذا بتصوم رمضان هذا شيء جيد إذا بتصوم الصوم المتقطع اللي هو صوم الرسول صلى الله عليه وسلم الثانية والخميس بيكون جيد الصوم بيخلي جسمك يحاول أنه يتعلم على في شغلة بسموها الجسم بوكل الخلايا السيئة الخلايا الميتة الخلايا القديمة فهذا بساعدك لما الجسم بيكون فاضي بيصير يشتغل بشغلة ثانية اللي هي هذه الشغلة وهذه طبعا أحد العلماء اليابانيين يكتشفها والآن هي مشهورة كتير الفاستين الشغلة الثالثة اللي هي شرب الماء شرب الماء إشي مهم لازم باليوم الشخص الطبيعي يشرب منموم تقريبا ثلاثة لتر من اثنين ونص لثلاثة لتر هذا ماء صافي مش معناها أنك تشرب شاي وقهوة تقولي أنا شربت ثلاثة لتر ماء لا ماء صافي الماء لحاله لازم يشرب صافي الأفضل يشرب بدرجة حرارة الغرفة أو أحر شوية لكن ليس الماء البارد ممارسة الرياضة ممارسة الرياضة مهمة جدا بتساعدك أنا ما بحكي الرياضات الشاقة حمل الأثقال أو شي لا ممكن المشي ممكن السباحة كل هاي أمور الأقل مرتين في الأسبوع وفي دراسة بتحكي أنه لو سبع دقائق intensive sport يعني أنك تعمل مثلا جري لسبع دقائق تكفيك في الدراسة طبعا الشغلة الخامسة اللي هي الساونا الساونا من الشغلات اللي بتساعد كتير على تقوية جهاز المناعة والحمامات الكبريتية برضو إذا ما عندك أو ما عندك أي مشاكل النوم لساعات كافية النوم يا جماعة مهم جدا 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 خاصة للأطفال الأطفال لازم لازم يناموا بالليل ليش؟ لأنه في الليل بفرز هرمون النمو وهذا بساعدهم على نمو جسدهم فإذا ضلهم صهرانين بالليل بتصير عندهم مشاكل في المستقبل الكبار بالسن ما عندهم إفراز كتير لهذا بس لازم يرتاح عشان يقدر يقوي جهاز المناعة عدد ساعات النوم لازم تكون من 7 إلى 8 ساعات على الأقل وعلى الأكثر 10 ساعات يعني ما تنام أكثر من 10 ساعات أوكي الاستحمام بالماء البارد الاستحمام بالماء البارد طبعا بقوة كتير جهاز المناعة لأنه بعطيك بوست لكن في ناس كتير ما بيستطيعوا أنا لما كنت عايش في روسيا كنت أشوف ناس بروحوا بتحمموا بالتلج لن أستطيع أنا أعملها ويمكن أدخل تحت الدش البارد إشي صعب جدا لذلك أنا ركما أنه يقا الوضوء اللي بتوضى يتوضى بالماء البارد هذا بعطيك بوست قوي بدل اللاذ الخروج بالهواء الطلق الهواء الطلق الهواء الجيد خاصة القريب من الغابات القريب من الأحراش البعيد عن المدينة هذا الهواء الطلق بعطيك أكسوجين كمية أكسوجين كافية إنها تقوي جهاز المناعة جهاز المناعة بده أكسوجين أي خلية في الجسم بدها أكسوجين وهذا بعطيك وخاصة إذا بتمشي بره بتحصل على فيتامين دي من أشاعة الشمس هذا برضو مهم لتقوية المناعة الشغل اللي بعدها الضحك في ناس كتير بتلاقيهم مكتئب طول عمره الضحك بساعدك كتير على تقوية جهاز المناعة وبعطيك بوست لأنه بيخليك أنت تشعر أنك إنسان آخر إنسان جديد بعطيك دايما شعور بالراحة الشغلة البعض وهي يمكن شغلة مش سهلة اللي هي الحب نعم يا إخوان الحب العاطفة العائلة كل هاي الأمور بتساعدك على تقوية جهاز المناعة قد لا تشعر بهذا الشيء لكن فعلياً يقال إنه المشاعر الجياشة أو مشاعر الحب مشاعر العائلة مشاعر الصداقة دائماً بتعطيك دفعة قوية في جهاز المناعة الشغلة اللي بعدها اللي هي الحرص على النظافة العامة اللي هي نظافة الجسد غسيل اليدين هذا مهم جداً غسيل الوجه الاستحمام كل يوم أو يومين على الأكثر تغيير الملابس الداخلية الوضوء الوضوء هو أحد طرق الحرص على النظافة الشخصية طبعاً بلا استثناء أيّاً كانت لازم تغسل يديك كل ما تلمس شيء خارج المنزل أو تلمس أشياء ملوثة وخاصة قبل الأكل بعد الأكل قبل دخول الحمام بعد دخول الحمام قبل الوضوء وبعد الوضوء لازم تكون متعود على هاي الأمور قبل وبعد النقطة الأخيرة اللي هي العبادة العبادة أو والميداتيشن للأشخاص اللي يمكن ما بيصلوا الصلاة مهمة جداً لأنك تعمل انت ريلاكسيشن في ناس بتلاقيه بده يروح يصلي أكله بحيث برها إنه بحيث برها إنها فرضا عليه خلاص بده يصليها بروح دو 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 تواني بخلص الصلاة الصلاة لازم تستمتع فيها لازم تعمل راحة نفسية إليك إذا ما عملتلك راحة نفسية أنت مخطئ يعني لازم تخرج من من الجسد إلى خارج الجسد لازم تشعر بأنك فعلا بين يدي الخالق لازم تتسلم نفسك وروحك وجسدك لله سبحانه وتعالى الصلاة لازم تكون خالية الذهن ما تفكر والله إيش أنا أبدأ أروح أشتري اليوم ولا شو بدي مش عم بحكي عن حالي أنا نفسي إيشي بغلط زي كو لكن هذه الطريقة الصح لازم يعني تعطي خشوع في الصلاة قيام الليل مهم جدا إذا أنت بتقدر تستطيع أنك تعمل قيام الليل لأنه في أحسن أوقات الخشوة بعطيك جيد خلينا ننتقل للمرحلة الثانية للأشياء التي يجب عدم عملها عشان تقوي جهاز المناعة طبعا أول أول شغلة اللي هي الابتعاد عن الضغط العصبي والنفسي اللي هو السترس السترس هذا يا جماعة لو أركز لديك قاتل يعني يسبب أمراض الضغط والقلب والروماتيزم وإيش بدك وسكري وهي ناس كثير عم بجيهم جلطات من وراء الضغط النفسي الضغط النفسي يجب أن يكون متوازن يجب أن تعرف كيف تضبط الضغط النفسي في مشاكل كثير بالحياة طنش، تعش، تنتعش، طنش هذه أحسن نصيحة الابتعاد عن التدخين والكحول التدخين والكحول طبعا بتقلل أو بتضعف جهاز المناعة التدخين مضر كتير وإحنا عارفينه كلنا بنعرف مش حالي عن نحكي كتير والكحول نفس الإشي مضرة وخاصة اللي بالكميات الكبيرة إفراز الكورتزون أو الكورتزون بشكل كبير في الجسم طبعا هذا بيأتي من حالات الخوف عشان هيك أنا بحكي ما تحاولوا تخوفوا أبنائكو كتير ما ترعبوهم التخلص من المشاعر السلبية مهم جدا التخلص من المشاعر السلبية مثال التوتر والقلق يعني لما تحط واحد تحت قلق دائم أو سترس طبعا هذا بضعف جهاز المناعة تبعته القلق التوتر هذول كلهم مضعفين لجهاز المناعة الاكتئاب يعني الاكتئاب من أكثر الأمراض اللي هو ديبريشن بسبب فقدان أو ضعف في جهاز المناعة لازم تعرف how to control your mental health كيف انك تحاول انك تركز على صحتك العقلية للاسف كتير بنركز على الصحة الجسدية وننسى الصحة العقلية الصحة العقلية مهم جدا التفكير السلبي في ناس يعني بتشعر انهم سلبيين كثير ودائما تفكيرهم سلبي هذا بيؤدي لضعف في جهاز المناعة عندهم بيحاول دائما يعطيك أفكار سلبية يعني خلاص اليوم تلجت معناها نحن خلاص حلموت يوم القيامة بعد بكرة يعني أفكار سلبية كلها ما بتطلع لها الغضب الغضب يا جماعة من أكثر الأمور برضو اللي بتسبب الضعف في جهاز المناعة في ناس كتير يغضبوا بتلاقيه على السريع أفرز غضبوا لا لازم تحاول انك تعمل كنترول لعصابك تحاول ما تغضب قدر المستطاع لأنه هذا بسبب برضو ضعف في جهاز المناعة الابتعاد عن الروائح السيئة معظم الروائح السيئة وخاصة اللي بتطلع من المصارف المياه أو مجاري المياه بتكون محملة بالبكتيريا وهذه طبعا بتزيد من ضعف المناعة الروائح الكريهة دائما بتسبب ضعف في الجسد الانسان بصير عنده صداع ومشاكل نفسية فبرضو يعني حتى إذا انت كرهان ريحة ما تضلك في المكان ابتعد عن الأشخاص السلبيين احنا عكينا أنه التفكير السلبي لكن إذا انت بتعرف واحد صاحبك أو صديقك أو بتعرفه معك بالشغل وهو سلبي ابتعد عنه لأنه راح يأثر بطاقته السلبية على جهاز المناعة تبعك ويضيفه فالسلبيين دائما بحاولوا يصدروا طاقة مداخلية وتأثر عليك سلبيا وآخر شيء آخر شيء طبعا فيه شغلات كثيرة هذول اللي حاولت أحصلك إياهم اللي هو الأدوية حاولت تبتعد عن الأدوية الكيميكالز الأدوية الكيميائية إذا إجاك مثلا رشح عادي وقدرت بأكل البيت أو العشاب تعالجه ممتاز إذا إجاك مثلا صداع وقدرت مثلا تطلع برا وتأخذ فرش اير أحسن لك إذا مثلا الشغلات اللي ممكن تتعالج بالأعشاب وبالكومن سينس حاول تقلل من المضادات الحيوية حاول تقلل من الأدوية لكن أنا ما بحكي أنك ما تأخذ الأدوية إذا معك مثلا سكري معك ضغط معك أمراض قلب لازم تراجع الطبيب المختص إذا بدك تغير أي شيء في دوائك قبل ما يصير عشان ما نأخذ مسؤولية لأنه هذه الشيء مهم جدا ممكن لأحسن الله تؤدي إلى الوفاة في كثير من الحالات معلش طولت عليكم في هذا الفيديو لكنه فيديو مهم جدا إن شاء الله الاميون سيستم تبعك يكون قوي أتمنى لكم كل التوفيق السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد